يامساء الخير ويأهلا وسهلا بحضراتكم بداية طبعا بعتذر عن التأخير النهاردة دقيقة بسيطة لكن إن شاء الله بإذن الله ما تأثرش على مضمون حلقتنا عندنا حاجات كتير جدا نتكلم فيها أخبار النادي الآهلي جدول الدوري اللي تم الإعلان عنه هتكلم حضراتكم طبعا في خارط الطريق بالنسبة للنادي الآهلي خصوصا طبعا مع بداية منتخب مصر الأوليمبي مشواره في الأوليمبياد متقاطع طبعا مع الدوري والأهم كمان إنه حتى المعادل اللي قرر فيه كابتن شوقي غريب إنه يسافر لتوكيو يتعرض إن شاء الله إن شاء الله نتمنى أنه يتعرض يعني هنا نتمنى أنه يحصل تعرض بينه بين معادل النهائي دوري الأبطال اللي حدده تحدي الأفريقي اللي هيكون يوم 17 يوليو إن شاء الله وإن شاء الله الأهلي يكون خاضر فيه طبعا 17 يوليو معادل دوري الأبطال النهائي 16 يوليو هو التاريخ اللي حدده كابتن شوقي غريب عشان بعثة منتخب مصر الأولمبي تسافر إن شاء الله قبل بداية أولمبياد توكيو تقريباً بحاولي أسبوع للأولمبيكس هتبتدي 23 يوليو فبالتالي ممكن يبقى فيه تعرض خصوصاً زي ما حضراتكم عارفين إحنا عندنا ست عناصر منهم أساسيين ومنهم كليهم دور حقيقة مهمة جداً مع النادي الأهلي الموسم الحالي هنتكلم كمان على طاهر محمد طاهر اللي خرج من معسكر المنتخب الأولمبي بداية الإصابة إن شاء الله نتطمن على طاهر ويمكن كابتن شاوية هيستدعيه مرة تانية يعني هننعب مطشين مع جنوب أفريقيا عشرة و13 هو برا الحسابات هو عمر مرموش المحترف المصري في صفوف المنتخب الأولمبي هما الاثنين خارج الحسابات في المواجهة الأولى اللي هتجمع منتخب مصر الأولمبي بجنوب أفريقيا يوم عشرة لكن إن شاء الله من الوارد جداً إن شاء الله نتطمن طبعاً عليهم الأول ومن الوارد إن هما يشاركوا مع منتخب مصر في مواجهته التانية يوم 13 إن شاء الله مع المنتخب الأولمبي هنتكلم كمان الحقيقة على قرعة كاس أمم إفريقيا في الكاميرو التفاصيل كتير الحقيقة بس تسمحوا لي قبل ما ندخل في كل تفاصيل حلقات النهاردة وأخبارنا لأنه يمكن فيه كلام كتير جداً وحضراتكم متبين طبعاً إحنا الفرقة في حالة راحة سلبية ترجع إن شاء الله تتمرن مرة تانية وتستعد بقى لمباراة أنا بشوفها الأصعب في الموسم ده والمباراة الأكتر أهمية يعني أنا بشوف تتفق تختلفوا معي سمعوني صوتكم لكن أنا بشوف إنه مطش الترجي في تونس هو أصعب مطش للأهلي الموسم الحالي أصعب من النهائي حتى ليه بقول كده؟ لأنه نتيجة المباراة دي تحدد بشكل كبير جداً أو يتوقف عليها طبعاً وصلنا للمباراة النهائية وده هدف حد ذاته في منتعة الأهمية مهم جداً إنك توصل للنهائي ومهم جداً إنك أنت تحسم المواجهة دي مع الترجي في تونس يعني مباراة الزهاب في تونس لو قدرنا نعمل نتيجة إيجابية إن شاء الله أنا تمنها فوز زي ما عملنا في قبل النهائي في النجمة التسعة كده مع الودات في المغرب إن شاء الله بإذن الله لو حسمت بنتيجة إيجابية فوز أو على أسوأ تقدير تعادل إيجابي أعتقد إنك أنت قطعت مشوار كبير جداً في ما يتعلق بالوصول للنهائي ليه بشوفها الأصعب؟ لأنه الترجي وده بقى جرس الإنظار اللي هتكلم فيه النهاردة في الحلقة الترجي فريق كبير وكلام كتير جداً بيتقال عن إنه الترجي مش في مستوى وإنه التشكيلة الحالية مش هي نفس التشكيلة اللي لعبت قبل كده واللي وصلت نهائي وحققت البطولة كلام كتير جداً بيتقال أنا الحقيقة مش حابب أسمعه ومش حابب ومش شايف إنه ده توقيت مناسبة على الإطلاق على كل أحوال هكلمكم بالتفاصيل ونتابع أخبار النادي الأهلي ونتابع كمان السعادات منتخب مصر الأولمبي بس خلونا قبل ما نبدأ في حلقتنا وندخل في تفاصيلنا نروح لفاصل ونرجع على طول مرة تانية أهلاً وسهلاً بحضراتكم أطمنكم بس بداية على طهر عشان يعني الناس ما تروحش وطي البعيد طهر إن شاء الله بإذن الإصابة بسيطة جداً هي التهب في الكاحل وإن شاء الله في خلال خمسة أيام يكون جاهز وبنسبة كبيرة جداً إن شاء الله حيشارك فيه المواجهة التانية اللي هتجمع منتخب مصر بجنوب أفريقيا خلينا أكلم حرارتكم في الأخبار هجري معاكم شوية عشان يعني نغطي أهم الأخبار النهاردة بداية طبعاً هتكلم على الخطاب اللي أرسله تحدي الكرة النهاردة لكل أنديت الدوري الممتاز واللي أعلم فيه عن الجدول الخاص بالمباريات المتبقية في بطولة الدوري واللي خصنا طبعاً منها واللي هنتكلم عليه هو مطشط النادي الأهلي الأهلي الشهر ده ما عندوش مطشط خالص زي ما حضراتكم شايفين ده جدول كل المباريات احنا الشهر ده عندنا مطشين 19-26 ذهب في تونس عودة في القاهرة إن شاء الله بإذن الله مع الترجي التونسي نرجع إن شاء الله من تونس هيكون أول مواجهات عندنا يوم 1 يوليو ده مطش الأهلي وفيرمز من الجولة 27 4 يوليو بعدها بتلات يام سموح هيلعب الأهلي في الجولة 28 8 يوليو المقاولين والأهلي مباراة معجلة من الجولة 26 11 يوليو هيكون آخر مباراة إن شاء الله بإذن الله لو قدر لنادي الأهلي ونتمنى ده طبعاً لو قدر نادي الأهلي أنهوصل نهاية دوري أبطال أفريقيا المباراة حدد لها المباراة النهائية حدد لها 17 يوليو متعدل أفريقي فهتكون آخر مباراة تلعب في مصر هنا محلياً في الدولة تكون يوم 11 بين الأهلي ومصر المقاصة نرجع من المغرب إن شاء الله لأنه المباراة نهاية تلعب في دوري أبطال تلعب في المغرب أين كان اللي هنواجهه مين بقى إن شاء الله يكون وداد أو كايزر تشيفز نرجع من المغرب بعد نهاية دوري الأبطال 17 تكون أول مطش عندنا يوم 22 الأهلي والبنك الأهلي 25 يوليو هيكون الأهلي والإنتاج الحاربي 29 يوليو أسوان والأهلي دي مباراة مؤجلة طبعاً من الدور الأول مؤجلة 17 على وجه التحديد 2 أغسطس الأهلي ودي دجلة 5 أغسطس الأهلي وسيراميكا 9 أغسطس الأهلي والإسماعيلي 12 أغسطس طبعاً أنت ماشي أغسطس كل 3 يام مطش 12 تلعب مع أمبي 15 تلعب مع طلايا الجيش 18 أو 19 الأهلي والمصري 22 إلى 29 هيكون الجونة والأهلي ومن 25 و 26 هيكون أهلي وأسوان آخر 3 جولات تحديداً هيتم تحديد موعدهم لاحقاً زي ما طبعاً على اتحاد الكرة عشان يتم تحقيق مبدأ تكافؤ بالفرص ده جدول مطشاطنا ده لو الدوري وده متوقف طبعاً على مشاركة المنتخب الأوليمبي وهيوصل لغاية فين؟ منتخب الأوليمبي أول مطشاطه في الأوليمبياد هتكون يوم 22 يوليو إن شاء الله مع أغسطس مع أستراليا لو المنتخب راح لبعيد في الأوليمبياد يبقى غالباً الجدول بتاع الدوري هيتحرك شويتين وهندخل في ستمبر ودي سيناريوهات مرتبطة باللي أعلن برضو عنه اتحاد الكرة فيما هو مرتبط ببداية السيزن الجديد بداية السيزن الجديد مرتبطة بإحنا هنخلص السيزن ده إمتى؟ خليني أقول لحضراتكم وزي ما يمكن نقويت في البداية إنه خلاص طبعاً كابتن شوئي غريب أعلن إنه باعثة مصر أو باعثة متخب الأوليمبي يعني إذا هيتشارك في الأوليمبياد هتتحرك إن شاء الله وتسافر يوم 16 ده يمكن يكون فيه تعارض شوية مع وصول النادي الأهلي لنهاء دوري الأبطال بس أعتقد يعني من الممكن الاتفاق والتنصيق مع المنتخب طبعاً السفريتين ليهم أولوية وأهمية قصوى سواء منتخب مصر ومشاركته في الأوليمبياد أو نهاء دوري الأبطال لو النادي الأهلي وصل وأعتقد هنا أعتقد هيتم التنصيق بقى بين الجهاز الإداري لمنتخب والجهاز الإداري للنادي الأهلي هل يشارك اللعبة المنتخب الأوليمبي اللي مع النادي الأهلي يشاركوا ويسافروا مثلاً مباشرة من المغرب لليابان هتحصل إزاي دي طبعاً لسه في علم الغيب لكن أتمنى إن شاء الله أن هم يشاركوا مع عندك أكرم توفيق عندك صلاح محصن عندك طاهر محمد طاهر حتى أحمد رمضان بيكم يعني حتى وإن كان مش بيشارك بشكل مستمر لكن أعتقد كلها عناصر أساسية وممكن النادي الأهلي يبقى محتاجها فيه لقاء مهم زي نهاية دوري الأبطال طيب زي ما قلتلكو عمر مرموش وطاهر برا حسابات الجهاز الفني كابتن شاوئي غريب في المطش الأولاني إن شاء الله يكونوا جاهزين في المباراة التانية طيب أكتر من معاد مقترح لبداية السيزن الجديد وده اللي يمكن تمل عليها عنه لو الموسم ده انتهى فيه زي ما هو مقرر ليه أو مخطط ليه في نهاية شهر أغسطس وده سيناريو ممكن يكون صعب شوية لكن سيناريو محتمل هيكون بداية الدوري الجديد في منتصف شهر سبتمبر يعني يبتدي في الموسم الجديد بداية من نصف شهر تسعة وفي الحالة دي هيكون فيه أسبوعين بس فاصل بين البطولتين أو بين الموسمين أما إذا انتهى الدوري في منتصف شهر سبتمبر فالدوري الجديد ينطلق فيه أول أكتوبر ولو انتهى أو اضطرنا أن احنا ننهي الموسم ده فيه 30 سبتمبر فده معناه أنه الدوري الجديد هينطلق في المرة دي فيه 30 أكتوبر يعني في نهاية أكتوبر أو في بداية شهر 11 على حسب طبعا كل ده مرتبط بمسيرة المنتخب الأولمبي فيه المقام الأول ومدى نجاحه في أنه يوصل لأدوار متقدمة في مشاركته في الأولمبياد البطولة الخاصة بقوم أفريقيا الكاف يمكن أعلن النهاردة البطولة دي هتصدفها الكاميرون زي ما حضراتكم عارفين وتم تأجيل القرعة الخاصة بيها بسبب ظروف الكوفيد 19 وسيتم الإعلان عن القرعة في وقت لاحق باير ميونيخ من الأخبار العالمية يعني باير ميونيخ الحقيقة بيعلن اختيار روبرت ليفندافسكي مهاجم الفريق هو لعب الشهر في الباير لعب شهر خمسة ويمكن موسم استثنائي حقق فيه ليفندافسكي رقم مهم جدا بتحقيقه لـ 41 هدف سجلهم قدر يتخطى بيهم الرقم المسجل باسم جيرد مولر وبالمناسبة ليفندافسكي لتاني موسم على التوائل الحقيقة بيحتل صدارة ترتيب الهدفين مش بس على مستوى الدولي الألماني ولكن على مستوى الدوليات الخمس الكبرى في أوروبا النهاردة بمناسبة الكلام على الألمانيا هيكون واحد من نجوم من المنتخب الألماني السابقين ونجوم نادي شتوتجرد ضيف علينا فيه السادسة من خلال الفيديو كونفرنس كاكاو طبعا اللعب الشهير اللعب مع كبار النجوم في ألمانيا وفي شتوتجرد هيكون ضيف علينا فيه السادسة بس خلونا نروح لفاصل ونرجع نتكلم معاه على المنتخب الألماني وعلى تقلق المدربين الألمان بشكل كبير في السنوات الأخيرة وتحديدا يمكن كمان كان أهمهم تومس طخل لحق بطولة دولي الأبطال فاصل ونرجع لحضراتكم مع طول اشتركوا في القناة من وكلاء اللعبين نروح للكرة الألمانية وتابقى دايماً ألمانيا الحقيقة في كرة القدم قوة عظمة وما فيش فريق بيمثل ألمانيا سواء كنت بتكلم على مستوى منتخبات أو كنت بتكلم على مستوى أندية إلا ودايماً بيكون الحقيقة من ضمن الفرق المرشحة صحيح ألمانيا غابت عن نهاية شامبينز ليج رغم أن البارن حقيقة قدم فيه النسخة دي وكان هو حامل اللقب قدم عروض قوية جداً إلا أنه ألمانيا كانت حضرة بعنصرين في منتع الأهمية وكان ليهم الحقيقة بصمة واضحة جداً في حسم تشيلسي للقب بطولة دوري الأبطال الأول هو توماس طوخل اللي الناس قالت عليه أنه قدر يصنع المعجزة مع تشيلسي في الموسم الحالي بعد تتويجه بدوري الأبطال والتاني هو كاي هافرتز طبعاً النجم اللي حسم المواجهة مع المان سيتي بهدف حسم البطولة لصالح تشيلسي هل يكلم عن الكرة الألمانية خصوصاً نحن على بعد أيام من اليورو بيقولوا عليها أنها تالت أفضل بطولة في العالم أو تالت أقوى بطولة في كرة الخدمة في العالم بعد كاس العالم وبعد شامبيونز ليج وعلى مستوى الدول أو المنتخبات هي تاني أقوى بطولة بعد كاس العالم مباشرة هيكون معنا واحد من نجوم الكرة الألمانية لمثله بالفعل منتخب ألمانيا ومثله كمان نادي شتوتجرد كاكاو هو وضفنا النهاردة في السادسة من خلال فيديو كونفرنس بداية طبعاً أهلاً بيك على شاشة النادي الأهلي في السادسة طبعاً دي لقطات من أهم أهدافه مع شتوتجرد برحب بيك مرة تانية ومشرفنا طبعاً على شاشة النادي الأهلي شكراً جزيلاً سعيد جداً بوجودي معكم عبر قناة الأهلي سعيد بوجودي معكم أهلاً وسهلاً يعني زي ما كنت بتكلم هبتدي الأول على مستوى الأندية غابت الأندية والحقيقة مش بس الأندية الألمانية غابت كل الأندية المرشحة للتتويج بلقب بطولة الشامبيونز ليج الريال، البرسا، من سيتي، بي أجي، وباير منشين ووصل في النهاية فريق كان خارج التوقعات تماماً تشيلسي باصمة توماس تخل كانت واضحة في رأيك إزاي بتشوف إنجازها أو توماس تخل مع فريق تشيلسي الموسم الحال بكل تأكيد توماس تخل هو مدرب رائع ترك دورتومونت وذهب إلى باريس سينجامان وظهر بشكل جيد إنه مدرب رائع قوي مدرب مدرب احترافي على أعلى مستوى درب فرق كثيرة أيضاً وهو مدرب صغير في السن يمتلك قدرات عالية، قدرات رائعة بالفعل كان منشستر سيتي هو المرشح الأبرز ورغم كل ذلك حقك تم استخل هذا الإنجاز من وجهة نظرك دلالة فوز شلسي أو تحقيق شلسي اللقب دوري الأبطال يعني وإنت مهاجم ومهاجم لعبة المنتخب ألمانيا ولعبة الشتوتجرت وبالتأكيد يعني عقليتك هجومية كل فرق اللي قدمت عروض ممتعة كل فرق اللي قدمت عروض قوية كل فرق اللي ضمت سكواد على أعلى مستوى زي باير مينشن، زي بي أجي، باريس سان جيرما زي منشستن سيتي لم تستطع التتويج في حين أنه فريق عانى الحقيقة معاناة شديدة جداً في بداية الموسم وهو شلسي قدر يوصل في نهاية المشوار لتحقيق لقب البطولة إزاي بتشوف المفارقة دي؟ بكل تأكيد أعتقد شلسي حقق هذا الإنجاز كفريق استطاعوا ذلك لأنهم حققوا الفكر الكبير لتوماس كوخل لمدربهم في اللعب كفريق واحد متكامل بالعقلية الألمانية الهجومية بكرة واحدة، بلمسة واحدة، فريق يلعب بشكل جيد رائع توماس كوخل استطاع أن يخلق هذه العقلية وهذه الثقافة في الفريق، في فريق تشيلسي فريق تشيلسي فعلاً استطاع على أن يعمل على العامل النفسي وحقق ذلك الإنجاز بهذه الطريقة من وجهة نظرية خليني أتكلم طبعاً، توماس طوخ المدرب الكثير بيشهد ليه خصوصاً أنه دي تاني مرة على التوالي بيصل للنهائي صحيح لم يوفق في المرة الأولى مع بي أجري ولكنه نجح الحقيقة نجح يحسب ليه مع تشيلسي من وجهة نظرك إزاي تغلب مش بس على مان سيتي إزاي كمان إدنو يتغلب على واحد من أفضل إن ما كانش هو أفضل مدرب في العالم في الوقت الحالي وهو بيب جورديولا أنا أعتقد بسبب شخصيته يمتلك شخصية قوية استطاع أن يفرضها على الفريق على التيم ويحقق معهم هذا الإنجاز هو إنسان قوي يستطيع بإمكانياته القوية أن يفرض شخصيته هو قرأ بيب جورديولا بشكل جيد وفهم كيف يتعامل مع هذا اللقاء جورديولا بكل تأكيد مدرب قوي هو الأفضل من وجهة نظري من وجهة نظري من ناحية التاكتك من ناحية الفنيات هو الأقوى ويمتلك بمميزات رائعة ولكن توماس تخل بسبب هذه العقلية استطاعني أهزمها خلينا أتناهل معاك للمنتخب الألماني طبعا قبل أيام بسيطة من بطولة اليورو إزاي بتشوف حظوظ المنتخب الألماني وهل عنده القدرة أو تشكيلة هانس فليك عندها القدرة أنها توصل لفين في مشوارها في يورو عشرين واحد وعشرين بالفعل هو تحدي كبير من وجهة نظري هو فريق قوي يمتلك لاعبين أقوياء دينابري على سبيل المثال هافت سانيه توماس مولر لاعبين أقوياء يستطيعون خلق الفارق وصنع الفارق أمام فرنسا سوف يلتقي الفريق الألماني في المجموعة فرنسا فريق قوي فريق العظيم قوي يمتلك لعبين أيضا أقوياء أعتقد من وجهة نظري في المجموعة الأولى يمتلك الفريق الفرنسي الفرص الأقوى والحظوظ الأقوى من وجهة نظري ولكن أعتقد أن الفريق الألماني سوف يفعل شيئا ما هل بتشوف أن الكرة الألمانية على المستوى المنتخب ترجعت في الفترة الأخيرة أو خلينا نقول أنها من الممكن أنها تكون بتمر بأزمة أو بمشكلة أو بتحاول تستعيد هوية الفريق البطل مرة تانية بالتأكيد أعتقد بكل تأكيد كما ذكرت فعلا يعاني الفريق المنتخب الألماني والفريق الألماني ببعض المشاكل لأنه جيل جديد وتحدي كبير كما ذكرت من الصعب إحراز اللقب هذا العام أنا أعتقد أنهم يمرون بمرحلة صعبة بوقت صعب هذه الأيام بسبب الأزمات الحالية فيروس كورونا وغيره وقد يؤثر ذلك بشكل كبير على مدار أجيال مختلفة الحقيقة قدمت الكرة الألمانية والمنتخب الألماني كتير من النجوم اللي كان ليهم شخصية وكان ليهم تأثير كبير جدا جوة الملعب بفتكر يعني كارل هانز رومينيجي ليوتر ماتيس رودي فولر كلينسمان وغيرهم الحقيقة من النجوم اللي كانوا مؤثرين جدا في الملعب بتشوف مين في تشكلة المنتخب الألماني يعني يعتبر امتداد للأسماء دي إنه سؤال صعب بالفعل مرت أو مرت الفريق الألماني بأجيال مختلفة وعقليات مختلفة ولكن في هذا الوقت لا أستطيع القول هل يشبه ذلك الأجيال السابقة أو هل هذه أفضل تشكيلة لا أستطيع الحسمة أو الإجابة بشكل واضح أعتقد أنهم يظهرون بشكل جيد أداءهم ولكن لا أستطيع القول أنهم يشبهون الأجيال السابقة طيب بوصفك طبعا كنت مهاجم من منتخب ألمانيا وشتوتجرت لو بصنا حتى على فرق الدوري الألماني يمكن أكتر المهاجمين تميزا مش ألمان ليفاندوفسكي من بول عندا وإيرلينج هولن من نرويج مين من المهاجمين في فرق الدوري الألماني المختلفة شايف أنه ممكن يكون في صدارة المشهد من وجهة نظرك السؤال الجميل أعتقد ليفاندوفسكي يلعب منذ أعوام ومحافظة على مستواه الرائع يظهر بشكل جيد لعب عظيم أحسن مهاجم لرقم تسعة هو أحسن مهاجم رقم تسعة في العالم هولند أيضا دعنا نتحدث عن هولند هولند لاعب خرافي خارق لاعب قوي في هذا الوقت أعتقد ليفاندوفسكي استطاع أن يحافظ على مستواه ويجمع خبرات متتالية من إحراز ألقاب فهو الأفضل من وجهة نظرية لكن فيما يتعلق بمهاجمين ألمان مين الأبرز من وجهة نظرك على مستوى الدوري الألماني أو الفراء الألمانية أعتقد بالنسبة ليفاندوفسكي مهاجمين ألمان في الوقت الأخير يمر بأزمات صعبة ليس لدينا لاعب مهاجم قوي ألماني قوي في هذا الوقت لا أستطيع جنابري على سبيل المثال ولكنه توماس مولر هو مهاجم صريح جنابري ليس مهاجم صريح ولكن هم يمتلكون قدرات هجومية قوية رائعة لهذا السبب أرى توماس مولر هو أفضل مهاجم في هذا الوقت ومناسبة الكلام عن إيرلينج هولند هل تتوقع أنه وأعتقد كمان من نجومه اللي تقلقت مع بروسيا دورتموند السنة دي مش بس هولند لكن كمان أعتقد أنه جيدن سانشو قدم موسم أكتر من رائعة هل تتوقع أنه بروسيا دورتموند يكون عنده القدرة على الحفاظ على الموهبتين دول في الموسم المقبل؟ أعتقد هلند ظهر بشكل جيد هذا الموسم هو لعيب سريع وقوي أعتقد كان هناك انترفيوز عديدة قمت بعملها مع بروسيا دورتموند وأعتقد أنك مفوضات وكلام كثير حول هلند أعتقد سوف يبقى هلند مع بروسيا دورتموند بسبب الموقف الحالي فيجين كوفيد كورونا أثرت بشكل كبير على الاقتصاد والأندية عندها أزمات مالية في هذا الوقت لا أعتقد أنه سوف يذهب بسهولة ويستطيع فريق آخر تدفع هذه المبالغ الكبيرة فسوف يحتفظ به بروسيا دورتموند كاكاو خاليني أسألك عن اللعبين المصريين اللي تعرفهم أو اللي بتتباحهم وأعتقد أنه يمكن على مستوى المهاجمين مصري يمكن نجحت في تصدير أكتر من مهاجم للملاعب الأوروبية على مدار أجيال مختلفة منهم نجوم تألقوا في الملاعب الألمانية زي مثلا زيدان ومنهم الحقيقة لعبين بيلعبوا النهاردة في دوريات أوروبية زي محمد صلاح وتريزيجي في إنجلترا وزي كوكا في اليونان تعرف إيه عن الكرة المصرية أو اللعبين المصريين بالتأكيد فعلا أنا أعلم وأعرف أعرف محمد زيدان لما ماينس عصرته هذا الوقت وأعرفه جيدا لعبنا أمام بعضنا البعض في منافسة البونسليجة الدوري الألماني لعب رائع لعب كوي محمد زيدان ومحمد صلاح أيضا محمد صلاح لعب عظيم أسطورة معروفة لدينا ونعرفه جيدا وأعرفه جيدا وأتابعه بشكل كبير محمد صلاح هو الأفضل أفضل لعب في هذا الوقت كما هو الحال عند محمد زيدان كان أفضل المهاجمين واللعبين المصريين في زمنه أيضا إذا كان فيه نصيحة ممكن توجهها للعبين المصريين فيما يتعلق مثلا بحصولهم على فرصة احتراف الدوري الألماني إيه ممكن تكون أهم النصايح دي أعتقد الأهم لكل لاعب هو فهم العقلية المنتاليتي العقلية يفهم العقلية الألمانية لأن العقلية الألمانية والثقافة الألمانية صعبة فعندما تفهم ذلك وتتعايش معها سوف تظهر بشكل جيد هذا هو الأهم من وبتنظري بالفعل عندما يتأقلم اللاعب سواء اللاعب الأجنبي أو المصري مع البونسليجا والعقلية الألمانية سوف بكل تأكيد يظهر بشكل جيد ربما على اللاعبين المصريين أن يفكروا بطريقة مختلفة للتعايش في ألمانيا على سبيل المثال في أوروبا في ألمانيا نقول واصل 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 المجهود واصل الكوة فعليهم أن يواصلون ولا يتوقفون كاكاو خليني أرجع معك لمنافسات اليورو مرة تانية من وجهة نظرك أقرب ثلاث منتخبات من وجهة نظر كاكاو مرشحين لتحقي اللقب أتى في ذهني فرنسا فرنسا هي الأقوى الفرنسيون يمتلكون قدرات عالية يمتلكون لاعبين في هذا الزمن في هذا الوقت أقوية جدا فهم المرشحون أو المرشح الأبرز من وجهة نظرك ومن الأعرب مع فرنسا من وجهة نظرك يعني إذا طلبت منك تختار منتخبين تانين عندهم القدرة على منافسة المنتخب الديوك أتقد ألمانيا ممكن الفريق الألماني متخب الألماني ولكن هناك بعض الصعوب إنجلترا أيضا يمتلك لعبين شباب الصغيرين الأقوية وكما ذكرت أعتقد منك نظري فرنسا هي المرشح بلجيكا مش من ضمن المنتخبات المرشحة من وجهة نظرك عرغم أن أمام عندهم تشكية الحقيقة مقدمة موسة معكتر من رائعة بروين كباب فأعتقد يمتلكون الحظوظ بروين للأسف أصيبة أصابة بالغة أصابة صعبة فقد يؤثر ذلك بالفعل على مستوى الفريق قد يلعب دور كبير إن عادة ولكن هو المفتاح هو المحرك للفريق بالسبب الإصابة للأسف وعلى مستوى اللاعبين من اللاعبين اللي كاكاو هيكون حريصة على متابعتهم في مبارايتهم مع منتخباتهم في اليورو اللاعبين يه يا دي بس شبيلات و و و و السؤال صعب السؤال صعب و لكن لكن بالنسبة لي من بيه هو لعب عظيم ليفاندوفيسك ايضا سوف يلعب دور كبير مع فريقه من وجهة نظري ايضا قد يلاقي بعض الصعوبات من بيه وفي انجلترا سانشو بالنهيل في فريق الانجليزي في انجلترا مع دورتومونت وظهر بشكل جيد اعتقد انه سوف اتمنى له يعني كثير من الحظ وتوفيق مع الفريق الانجليزي ولكن من بيه هو الافضل من وجهة افضل تلات مهاجمين في العالم من وجهة نظر كاكاو ليفاندوفيسكي نقم واحد بالنسبة لي ثم يأتي صعب القول كين هاريكين هو في انجلترا مهاجم قوي هالند ايضا ايضا اقويرو انه لعب قوي عظيم انا احب ارشح وارا ليفاندوفيسكي هالند اقويرو ومين من الجيل الحالي في الملاعب بتشوفوا أنه يمكن يكون أداءه قريب من أداء أو ستايله قريب من ستايل كاكاوكا مهاجم مع ألمانيا ومع شتوتجور هناك لعبين كسير ولكن القليل لا أستطيع ذكر ذلك كي يشبهني أو يشبه كاكاوكا نيمار عندما أذكر ذلك هو هاجم قوي أراه دايما يشبهني بعض الشيء لكن أنا ألعب مثل نيمار بعض الأحيان أو كنت ألعب مثل نيمار بعض الأحيان وستايله وطريقة هذا ما أراه من وجهة نظرية السؤال الأخير لك أنت من معسكر كريستيانو رونالدو ولا من معسكر ليونيل ميسي سؤال جميل أو سؤال صعب منذ أعوام كثيرة أتابع ميسي وفي الأعوام الأخيرة كريستيانو رونالدو أيضا هنا تعايدل بين الاثنين لا أستطيع الحسم أو القوة كاكاو بشكرك شكرا جزيلا شرف لي أنك تكون موجود معنا على شاشة النادي الأهلي في السادسة بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق للمكينات الألمانية طبعا في مشوارها في اليورو فاصل ونرجع لحضراتكم على طول أهلا بحضراتكم مرة تانية طيب هارجع لبداية حلقتنا النهاردة والكلامي على مطش الأهلي والترج يعني في فترة الحقيقة مفترض أنها فترة راحة سلبية فريق الحقيقة يمكن خد عدد كبير جدا من المطشاط الصعبة جدا الموسم ده بحكم أنه طبعا بطل قارة أفريقيا سواء كنت بتكلم على مطشاط كاس العالم أو كنت بتكلم على مطش سوبر أفريقيا أو مشوارنا في دور الأبطال فبالتالي أنت تقريبا تقريبا نسبة 40% من المطشاط اللي أنت لعبتها الموسم ده كلها مع أبطال كلها مع أبطال عالم أبطال برازيل وألمانيا وقطر وأبطال أفريقيا في جنوب أفريقيا والسودان والكونغو وحتى تانزانيا يعني حتى سينبا لم يكن أبدا بالخصم السهل وواحد حقيقة يمكن كتير من الناس بتشوف أنه واحد من أفضل الفرق اللي قدمت كرة محترمة جدا في النسخة دي وبالتالي مجهود كبير جدا فبشوف أنه من ناحية التوقيت فترة مناسبة جدا لأنه يكون عندك راح سلبية لمدة 6 ايام خصوصا أنك أنت مقبل على بداية أهم 3 مطشاط في الموسم إذا نجحت إن شاء الله في تخطي عقبة الترجل لكن الحقيقة يمكن اللي ملفت للنظر في التوقيت ده أنه يكون فيه كلام كتير جدا جدا حقيقة بيركز على صفقات الأهلي المحتمرة أنه الأهلي بيفاوض والأهلي بيتكلم والأهلي يخلص واللعيبة مضت بالفعل وصفقات عن أو يعني أخبار عن لعيبة صدر قرار من النادي الأهلي برحيلها مع نهاية الموسم وده شيء طبعا مش منطقي ولا مقبول ومش طبيعي أبدا أنه فريق مقبل على مواجهة قبل نهائي في دولة الأبطال وإن شاء الله من بعدها نهائي يتكلم على صفقات في التوقيت ده يعني مش طبيعي جدا أنه يكون الأهلي هو السبب في عدم استقرار في مرحلة وفريق داخل على المباراة من منطقة الأهمية النقطة التانية الحقيقة اللي برضو ملاحظها بشكل كبير أنه كلام كتير قوي على فكرة أنه الترجي فرقة مش صعبة وإنه الأهلي هتجاوز الترجي بمنطقة سهولة وإنه الترجي نسخة عشرين واحد وعشرين غير النسخ النادي الأهلي قبلها قبل كده بداية خلينا نتفق أنه مباراة الترجي في رادس هي أصعب مباراة للأهلي السيزن ده أصعب من كل المباراة اللي خدها ونجاح الأهلي في تخطي عقبة الترجي في رادس أعتقد يقرب النادي الأهلي بشكل كبير جدا من البطورة وليه بقول أنه مطش الترجي في تونس أصعب من المباراة النهائية في حالة وصول النادي الأهلي أقول لحضراتكم ليه أولا أنه تتجاوز عقبة الترجي أو تحقق نتيجة إجابية مع الترجي في تونس في مباراة الزهاب ده معناه أنك بنسبة كبيرة جدا إن شاء الله نجحت في الصعود للمباراة النهائية وليه ممكن تكون مباراة الترجي أصعب من المباراة النهائية لأن المباراة النهائية دايما من جولة واحدة وحتى لو نجح الوداد في الوصول النهائية وحضراتكم معرفين أنه مطش النهائي هتلاعب فيه الوداد في المغرب يعني على أرض الوداد في النهاية حتى لو نجح الوداد في الوصول النهائي فأنا بشوف أنه المباراة واحدة من 90 دقيقة حتى لو على أرض المغرب هتكون أسهل بكتير جدا من مباراة رازل لأنه الدافع دايما موجودة عند الترجل وخدوا بالحضراتكم حتى لو الأرقام وحتى لو الإحصائيات وحتى لو قراء الخبراء بتقول انه الترجي في نسخته الحالية مش هو احسن نسخة للترجي ده مش معناه ابدا ان المطش هيكون سهل انا بشوفه مباراة صعبة جدا وجود الحافز في حد ذاته احنا لما بنتكلم على فريق صغير يعني بتكلم على فريق مش مصنف او فريق ما عندوش رصيد من البطولات او فريق ما عندوش الامكانيات اللي بيتمتع بيها النادي الاهلي وبيجي يلعب مطش مع النادي الاهلي الحافز ده في حد ذاته انك بتلعب بطل الابطال انك بتلعب نادي القرن انك بتلعب ملك افريقيا ده في حد ذاته حافز للعيبة انها هتثبت نفسها وتطلع اقصى ما عندها فما بالحضراتكم لو كان فريق اللي انت بتوجه ده فريق الريدي عنده شخصية البطل فريق مرشح للوصول لمنصة التتويج فريق بالنسبة له هدف مشروع جدا انه هو يكون بطل دولي الابطال وبالتالي فرصته اللي هيحاول انه هو يطلع فيها اقصى ما عنده هي مباراة الزهاب في تونس فرصته في حسم نتيجة المواجهة مع النادي الاهلي الفرصة الاكبر من وجهة نظره هي مباراة الزهاب على ارض وفي حالة تحقيقه ده ده دهنا لما بلف كده وقعد في ناحية الترجي وفي حالة قدرته على تحقيق نتيجة اجابية مع النادي الاهلي في تونس من وجهة نظره يسهل عليه جدا المهمة في مباراة العودة في القاهرة وبالتالي الترجي اللي حضراتكم شفتوه طول الموسم على الرغم من انه قدم الحقيقة عروض كواسة جدا واحنا شفناها حقيقة مع الزمالك المصري زهابا وايابا قدم عروض محترمة يمكن عانى في دور التمانية الى حد ما مع الشباب بالوزداد لكنه حضر انا شفت المباراة كواس جدا زهابا وايابا وشفت الترجي في الشوط التاني تحديدا مع شباب بالوزداد لا ترجي فرقة عندها شخصية البطل وقادرة حتى ولو كانت امكانيات لعابتها مش احسن حاجة يعني ما بتداش تقول انها ده الترجي المرعب بتاع زمان يعني عندهم لعيبة مميزة جدا وكاتيم الحقيقة قدموا اداء محترم جدا وزي ما قلت لحضراتكم مواجهتهم مع النادي الاهلي في قبل النهائي هي في حد ذاتها دافع كبير فبالتالي هم بصين للمباراة دي على انها مباراة تأهل النهائي تحقيقهم لنتيجة اجابية مع الاهلي في تونس من وجهة نظرهم تحسن بشكل كبير جدا نتيجة المواجهة وتخليهم جايين القاهرة هنا وهم مرتاحين عشان كده انا بقول لكم دي اصعب مباراة سيبكم من كل الاحصائيات والارقام والتحليلات والتوقعات عندنا يعني احنا شبعنا تحليلات وتوقعات واهم مسأل على ده الموسم ده منشستر سيتي وتشالسي ما فيش حد اختلف على انه المان سيتي قدم احسن كورة للموسم ده وانه بيب جورديولا هو افضل مدرب في العالم في الموسم ده والموسم السابق وانه تشكيلة المان سيتي بعناصرها على مستوى الفردي يمكن تكون اقوى تشكيلة على مستوى العالم ورغم كده الكورة لا تعترف بالاحصائيات والارقام والتوقعات تشلسي حسب قلب التربيزة على العالم كله وكسب بطولة دولة الابطار عشان كده ده مهم جدا ومش عايز جمهور النادي الاهلي وخصوصا انه يمكن يمكن اتمنى انه حالة العزل المتطبقة والاجراءات الاحترازية اللي متطبقة على كورونا في التوقيت ده تبقى متطبقة كمان على السوشال ميديا بالنسبة للعيبة يعني اتمنى انه اللعيبة في فترة الراحة السلبية دي ما تديش ودنها ولا تركيزها يروح للسوشال ميديا شوية خصوصا انه عليه كلام كتير جدا ممكن يأثر على استقرار الفرقة من ناحية وعلى تركيز اللعيبة من ناحية تاني هكلم حضراتكم طبعا يعني احنا عندنا موسم عجيب غريب يعني اللي يبص للدوري في اسبانيا اللي يبص للدوري في انجلترا اللي يبص لبطول الدوري الابطال هيلاقي حاجات كتيرة جدا فيه الخريطة اتغيرت ليفر بول واحد من الفرقة الحقيقة طبعا عشان وجود محمد صلاح احنا بنتابعه بشكل كبير واعتقد بقى ليه قاعدة جماهرية في المنطقة العربية بشكل عام ومصر بشكل خاص كبيرة جدا فريق عانى بشكل عنيف في بداية الموسم ورغم ان هو نجح في التتويق بالدوري الانجليزي ومن قبلها دوري بطول الدوري الابطال لكن الموسم ما كانش الابط عشان كده يمكن الفريق بشكل قوي جدا بيجهز لفكرة تدعيم الفريق للمنافسة في الموسم القادم على البطولات والالقاب اللي هيدخلها يمكن اكتر من صفقة بيكلم عليها المسؤولين في فريق ليفر بول متوقع الحقيقة في موسم الانتقالات الصيفية خدوا لكم برضو عشان عندنا في مصر كلام كتير قوي عن انتقالات ويمكن يعني معنا مجموع من الاخبار هنا اللي تقولك انه مفيش صفقة ممكن تقول انها تمت الا لما تتم بالفعل ويتم الاعلان عنها فكرة المفاوضات دي في اوقات كتير جدا بتبقى هدفها تشتيت المنافسين حضراتكم عارفين قبل بس ما اكمل في حتة ليفر بول انه النهاردة مثلا نادي زي النادي الاهل لما بيتم الاعلان انه هو بيفوض لعيب في كتير جدا من الاندال منافسة اللي بتخش لسبب من اتنين السبب الاول انها تخطف الصفقة دي من نادي الاهل الاهل منافس محتمل سواء في البطولات المحلية او حتى بالنسبة اللي بتنفسنا على المستقبل افريقيا فما فيش منع ان انا اخش معاه في الصفقة دي منها افوز بصفقة لعيب كويس ومنها احرم النادي الاهلي من صفقة ممكن تكون اضافة لي او على الال تقدير حتى لو انا ما عنديش رغبة في ان انا يعني استقدم اللعب ده اجيبه لصفوفي على الال اصعب من من مهمة التفاوض بالنسبة للنادي الاهلي او اغلي المقابل على النادي الاهلي فبدل ما الاهلي يخلص فيه 10 مليون لا يخلص فيه ب15 مليون وبالتالي ممكن يأثر على امكانات النادي الاهلي المادية في الصفقات تانية ده فكرة على فكرة حالة الصراع دي موجودة في كل حتى في العالم هو مفهومة ومنطقية فمش كل اس بيتم الاعلان عنه يبقى بالتالي هو صفقة محتملة بالنسبة للنادي الاهلي ولد جدا بتبقى فيه صفقات للتغطية على الصفقات توهم عانا يعني توهم عانا اللعيبة اللي تحت المنزار كتير جدا كتير جدا والاهلي لما بيتحرك بيتحرك بشكل يخليه عنده قدرة على حسم الصفقات اللي بجد عليها العين خلينا أرجع تاني ليفربول أكتر من صفقة محتملة بالنسبة لليفربول في فترة الانتقالات الصيفية اللي جاية يمكن أكتر من اللاعب كانوا تحت منزارة ورغبة يورجين كلوب طبعا والبداية الحقيقة يمكن كلام كتير كان عن نيكولو باريلا لعب فريق انترنسيونالي واحد من أهم اللعيبة في تشكيلة انترنسيونالي الموسم الحالي الحقيقة يمكن التقارير قالت انو باريلا قريب جدا من الانضمام لصفوف ليفربول في المركاتو اللي جاي ويمكن ليفربول بيعتمد في يعني التخليص في الصفقة دي على أزمة مالية طحانة الحقيقة بيعاني منها فريق انترنسيونالي الأزمة دي طبعا مرتبطة ودي واحدة من أهم الأسباب اللي خلت كونتي يرحل عن تدريب صفوف أو عن تدريب فريق انترنسيونالي في الفترة الأخيرة خصوصا بعد نجاح كبير في استعادة لقب الدوري الإيطالي من اليوفنتس لكن الحقيقة بعد ما اتسحبت استثمارات الصينية من نادي انترنسيونالي فكرت إدارة النادي فإنها تبيع بعض النجوم الفريق خصوصا اللي تقلقوا بشكل كبير جدا عشان يطلعوا من الوضع المالي الحرج اللي بيمر به كلام على لو تروا مارتينيز نجم طبعا الانتر كلام على لوكاكو كلام على باريلا من المتوقع انه لو انتقل من صفوف الانتر حيروح على طول على ليفر بول اكتر من صفقة تانية الحقيقة مش بس باريلا هو الاسم اللي تم ترشيحه للانتقال من النارعات سوري لليفر بول صفقة يمكن متوقع لها انها ما تقلش عن 50 مليون سترليني وده رقم كبير طبعا لكن الحقيقة على مستوى الهجوم كمان فيه تدائمات كتير وفيه اسماء كتير مرشحة للانتقال للليفر خلينا نروح لفاصل ونرجع بعدها نكمل كلامنا على ليفر بول وعن اليورو وعندنا كلام مهم جدا عن يورو 20-21 بس نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم في كل لقطات الفرح والتتويج والفوز بالبطولات كانت جماهير نادي الاهلي حضرة وحتى وإن غابت عن المدرجات فالحقيقة هي مزالت لغاية اللحظة بتلعب دور مهم جدا في كل إنجاز بحق نادي الاهلي قوة دفع رهيبة يمكن حسيت بيها جدا طول عمري من جماهير نادي الاهلي وطول عمري بتابع وبشجع نادي الاهلي لكن حسيت قد إيه بالدور ده لما جيت هنا في قناة النادي الاهلي واشتغلت الحقيقة في منبر بمثل صوت الأهلوية في كل مكان حسيت بدور عظيم جدا حتى وإن غابت عن مدرجات فالحقيقة دائما حاضر وقوة الدفع اللي بتديها الحقيقة لفرقها في كل الرياضات الحقيقة عامل مؤثر ومهم جدا فيه التتويج والفوز والبطولات دي الفترة اللي جاي عندنا أكتر من محفل كده زي ما بيقولوا محفل مهم جدا هنستنتع فيه بكرة على مستوى رائع جدا حقيقة يمكن طبعا الأهم بالنسبة لنا كأهلوية طبعا مطشاط الأهلي في دوري الأبطال أفريقيا وإن شاء الله بإذن الله تاخدنا وتوصلنا لبطولة كاس عالم للأندية جديدة لكن كمان عندنا ما ننساش بطولات مهمة ومشاركة منتخب مصر في أولمبياد توكيو الرغم الحقيقة أنه إحنا يعني واعين في مشوارنا مع منتخبات تقيلة لكن اللي ما يخوفنيش أنه في الأولمبياد الموضوع مختلف عن المنتخبات الكبيرة يعني أنا شايف أنه الجيل ده وكابتن شاوئي غريب عندهم فرصة مهمة جدا أنه هم يسجلوا اسمهم في تاريخ الرياضة المصرية ويحاولوا إنجاز في أولمبياد توكيو عندنا مطشاط مع منتخبات زي الأرجنتين زي أسبانيا زي أستراليا أستراليا يمكن تكون أقل لهم يعني نوعا ما الأرجنتين بالتأكيد منتخب محترم أسبانيا أكيد منتخب محترم لكن الأهم وده يمكن جزء مهم جدا يشتغل عليه كابتن شاوئي غريب هو فكرة الإعداد النفسي اللي يتابع مشوار أتمنى أتمنى الحقيقة أنا بشوف من ناحية الإمكانيات أنه لعبتنا ما تقلش عن المنتخبات دي بطل أفريقيا عنده مجموعة عناصر على أعلى مستوى وزي ما قلت الحقيقة وأكدت في أكتر من مناسبة أنه كلهم نجوم مش بس بيشاركوا بشكل أساسي مع فرقهم في الدولة المصرية أو في البطولات المحلية والقراء لكن كمان تقدر تقول أنه هما كلهم نجوم في فرقهم رغم أنهما يمكن عناصر صغيرة في السن نوعا ما لكن الحقيقة ما تدرش تنكر أنه كلهم أسماء مميزة جدا على مستوى فرقهم وشايف أنه هما كمان كتشكيلة كروح كشخصية لا الحقيقة مش هبالغ لما أقول دول فعلا يستحقوا يكونوا مستوى الكرة المصرية عشان كده الإعداد النفسي والزهني مهم جدا وفي مسابقة بحجم الألعاب الأولمبية عندنا إنجازات كبيرة حقيقتها منتخبات أفريقية قبل كده كاميرون نيجيريا كل التمثيل الأفريقي الحقيقة فيه أو سجل التمثيل الأفريقي في الأولمبياد مشرف أتمنى أنه هنروح بالعقلية دي عقلية بطل عقلية فريق بيبحث عن إنجاز مش بس رايحين نقدم كرة حالوة ونلعب مع منتخبات كبيرة ونطلع من البدايات لكن أنا شايف منتخب كابتن شوقي منتخب مصر الأولمبي قادر يروح لبعيد غير الأولمبياد عندنا طبعا بطولة مهمة جدا يعني عشاء الكرة بصرف النظر على الانتماءات والانحيازات لكن الحقيقة يمكن كتير من الناس بتشوف في بطولة اليورو بطولة مهمة جدا بطولة ممتعة من حيث حاجتين مهمين النقطة الأولى هي حجم النجوم المتواجدين على أرض الملعب يعني أنت بتكلم على أنه الغالبية العظمى من الفرق اللي بتشارك عندها كم كبير جدا من أهم الأسماء في عالم كرة القادر ومن ناحية التانية فكرة القدرة على المنافسة يعني إحنا لما بنكلم مثلا على بطولة كوبة أمريكا بنقول أنه دايما المنافسة بين الأرجنتين وبين البرازيل ممكن يطلع فريق زي تشيلي ممكن يطلع فريق زي كولومبيا لكن دايما المنافسة رايحة بين الفرق تلك برضو لكن في اليورو قصة مختلفة تماما اليورو كل شيء وارد كل شيء جايز كل المنتخبات حتى بما فيهم المنتخبات الضعيفة ممكن مرشحها وفيه أكتر من سابقة تقول أنه الإنجاز ده ممكن يتحقق لفريق بعيد عن الترشيحات أو عن أراء الخبراء على كل أحوال فيه سجل طبعا لبطولة أمم أوروبا سجل دهبي يعني زي ما بيقولوا أكتر دولتين فازوا ببطولات كاس أوروبا هم ألمانيا وأسبانيا المنتخبين دول قدروا يحققوا البطولة دي تلت مرات تلت مرات قبل كده يمكن ألمانيا 72 80 96 أما فيه ما يتعلق بالمنتخب الأسباني فحقق البطولة 64 ورجع مرة تانية طبعا جيل دهبي أني يستر الماسترو والفيلسوف زي ما بيسموه 2008 و2012 قدروا أن هم يجيبوا اللقب مرتين لأسبانيا عشان تحقق رصيد 3 بطولات أما فرنسا فحققت اللقب مرتين بس مرة سنة 84 ده جيل ميشيل بلاتيني ومر سنة 2000 طبعا بقيادة زيدان وتاري هندري لقب واحد بقى أحرزه اتحاد سوبيتي سنة 60 اتحاد سوبيتي لما كان قوة عظمة في كرة القدم إيطاليا حققت اللقب 68 تيكوزلوفاكيا قبل ما تنفصل 76 هولندا 88 جيل ماركو فان باستن وروت خوليت وفرانك ريكرد الجيل اللعب معنا في كاس العالم 90 اللي تعادلنا معاه طبعا بهدف جول جابت المجد عبدالغني الشهير واليونان جاءت من حيث لا ندري ولا نحتسب كده منتخب كان غير مرشح على الإطلاق للتتويج لكن المنظومة الفريق الحالة قدروا يحققوا اللقب سنة 92 بورتغال 2004 و2016 الدنمارك في سنة من السنين فاكر كويس جدا كان منتخب لم يتأهل أساسا للمشاركة في بطولة اليورو ومش متذكر اسم المنتخب اللي تم استبعاده نتيجة مشاكل أو يعني أمور سياسية فتم استدعاء منتخب الدنمارك وشارك منتخب الدنمارك وفاز بنسخة منتخب الدنمارك أعتقد 92 92 لو الزاكرة ما خانتنيش طبعا نتكلم على بطولة من ناحية الجواز المالية بطولة محترمة جدا يعني الفاز بلقب اليورو تقريبا بياخد حوالي مبلغ 10 مليون يورو الوصيف بياخد 7 مليون يورو نص النهائي الفرق اللي بتوصل نص النهائي بتاخد 5 مليون يورو فيها على مستوى الجواز مسابقة تعتبر من المسابقات المحترمة نيجي نتكلم عن المنتخبات المرشحة وزي ما قلت لكم في اليورو شوية ما بيقاش فيه منتخبات تقدر تقول بعينه الأوروبية والعالمية يعني فرق خادت اليورو وفرق خادت كاس العالم منهم مثلا فرنسا منهم ألمانيا منهم إيطاليا منهم أسبانيا دول دايما حتى ولو كانوا بيعانوا من من مشكلات مش في أحسن حالتهم لكن بمجرد ما بتبتدي البطولة بتلاقي منتخب صاحب شخصية منتخب لي فرصهم منها الترشي ما تقدرش تستبعد منتخبات يمكن تختلف مستوياتها على حسب الأجيال يعني 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 بيشوف مثلا الكرة في هولندا كرة محترمة جدا ومنتخبات هولندية كتير الحقيقة كانت منافس خوية على البطولة ودايما الكرة الهولندية بتقدم نجوم على أعلى مستوى يمكن على مستوى الأندية يمكن يكون عشرها آيكس آيندهوفن يعني مش حاضرين قوي في أوروبا بقوة لكن يظل الحقيقة أكتر الأندية اللي بتصدر مواهب للكرة الأوروبية والأندية الكبيرة في أوروبا على وجه التحديد فهولندا برضو لازم تكون حاضرة منتخب زي بلجيكا وأنا دايما بحترم تجربة بلجيكا وبشوف أنه جيل ده من أفضل اللاعبين الجنب في تاريخ بلجيكا وعندهم كتير من اللاعبها اللي متقلقة بشكل كبير جدا مع أنديتها في البطولات الأوروبية المختلفة أبرزهم طبعا اللي يمكن أصيب في مباراة النهائي فرص أنه يلحق البطولة أو ما يلحقش دي طبعا تأثر على بلجيكا بشكل كبير عندنا وجود لعبين مهمين زي كريستان رونالدو زي زي ليفندوفسكي ليفندوفسكي طبعا يمكن يعني صحيح ما حدش يختلف أنه مهاجم فز لكن حظوا بقى أنه جاي في بولندا يعني بولندا مش من الفرق المصنفة أو المرشحة بقوة لكن كده كل فترة كل زمن تلاقي يعني لعب فالتة جاي في منتخب مش قوي قوي يعني اتكرر ده مثلا مع إبراهاموفيتش مثلا مع السويد لعب يمكن سلطان المهاجمين زي ما بيسموه واحد من أهم المهاجمين في تاريخ كرة القدم مش في الجيل الحالي بس لعب يملك إمكانيات على أعلى مستوى مهاجم من طراز رفيع لكن السويد مش المنتخب اللي حقق بطولة عالم أو يحقق بطولة يورو حصل مع مثلا لعب زي أندريتشفتشانكو مهاجم أوكرانيا لعب فز وحقق بطولات على مستوى الميلان هو لعب طبعا أهم محطة في حياته كلها كانت مع إسي ميلان وكانت فترة زهبية للميلان حقق فيها بطولات كتيرة جدا على مستوى إيطاليا وأوروبا ولعب كمان لتشيلسي في نهاية مشواره لكن ما كانتش مرحلة نكحة أوي لكن يظل أندريتشفتشانكو واحد من أهم المهاجمين في تاريخ الميلان واحد من أفضل المهاجمين ما كانش أفضلهم الحقيقة يعني ما بتهيليش أنه أوكرانيا صدرت لعب كتير قوي أو طلعت مواهب زي أندريتشفتشانكو حتى في أفريقيا عندنا مثلا لعب زي جوجوية كان برضو مع ميلان متقلق جدا لكن مع منتخب زي ليبيريا رغم أننا منسلهمش أنهم طلعونا مرة من تصفيات كاس العالم جون تحديدا جوجوية في عصام الحضري لكن يظل واحد من أفضل اللعبين وبالنسبة خد أثناء وجوده في الميلان لقب أفضل لعب في أوروبا وده لقب صعب على اللعب أفريقي شوية أنه يحققه لكنه حقق اللقب ده لكن برضو مع منتخب ضعيف زي ليبيريا ما تقدرش أنك أنت تتحقق حاجات كتيرة جدا عشان كده على مستوى زي ما قلت حالكم المنافسة أعتقد أنها تكون بطولة قوية جدا على مستوى المواهب واللعبين الموجودين وأعتقد كمان أنه البطولة دي فرصة لمواهب كتيرة لأنه كتير من النجوم اللي موجودين في أوروبا النهاردة بيخلصوا أو في آخر مواسم لهم فأعتقد أنها فرصة كمان لظهور يعني مواهب جديدة في الكرة الأوروبية وأخيرا كوبا أمريكا وإن كانت دي البطولة الوحيدة المهددة بالإلغاء بعد طبعا ما تم الإعلان عن سحب التنظيم من كولومبيا لأسباب طبعا أزمات سياسية موجودة في كولومبيا وأيضا البلد التالية اللي هتشارك في التنظيم الأرجنتين تم نقل البطولة للبرازيل لكن فيه اعتراضات من عدد كبير جدا من المنتخبات على المشاركة في البطولة وبالتالي تظل دي البطولة التالتة ولكنها مزالت بين قصين مهددة بالإلغاء بشكر حضراتكم على متابعة حلقة النهاردة وأتمنى إن شاء الله تستمتعبوا البطولات دي كلها وأهمها طبعا تتويج النادي الأهلي بالنجمة العشرة بطولة دوري الأبطال نرجع لحضراتكم إن شاء الله ونقابلكم في حلقة جديدة من السادسة تحياتي لكل جماهير النادي الأهلي